اشتركوا في القناة اطلاق اول قمر صناعي تونسي تحدي واحد تزامنا مع الذكرى 65 للاستقلال هذا الانجاز هو هدية للشعب التونسي وهو ايضا لمسة وفاء لجيل الاستقلال الذي استثمر في العلم والمعرفة ونحن اليوم نجني ثمار الخيار هذا الخيار التقدمي هذا الانجاز هو كذلك رسالة امل لكل الشباب التونسي ليؤمن بقدراته والتحدي هذا المشروع تم انجازه من طرف مهندسي مجمع تلنات وهي شركة خاصة تونسية في الصميم وقصة نجاح تونسية انه يوم تاريخي وخطوة اولى نحو الفضاء ستتلوى خطوات اخرى بفضل تضافر الجهود بين الدولة وجميع المؤسسات نحن نطمح لتكون تونس قطبا لتكنولوجيا الفضاء في افريقيا ونصب للشراكة مع الدول الافريقية والعربية لاطلاق كوكب من الاقمار الصناعية من الجيل الجديد لخدمة انترنت الاشياء ولتكوين الشباب في تكنولوجيا الفضاء سنساهم مع الدولة في تركيز مدرسة مختصة في علوم الفضاء واختصاصات الاقمار الصناعية والمركبات الفضائية نوصل نشرتنا الاخبارية مع التسريبات الجديدة لمحمد عمار اللي اتحدث فيها حول حكومة هشام المشيشي اللي وصفها بالمنتهية وقال ان الرئيس قيس سعيد يستعد الى تعيين من سيخلف المشيشي في تسريبات جديدة ايضا اتحدث على المحكمة الدستورية مجلسة القباحة التربعان ورئيس جمهورية التربعان دا ثلاثتين ويناجموا يقولوا لكي محكمة شكول الرئيس اهو اعطينا سكو الرئيس سكول جديد اللي بعض المشيش باي باي الجارح شكول عطينا محمد العبو واحد جارح محمد العبو واحد وش اجي واحد جارح بخي سيبط حجوخ ربي فالجو البرلمان شارف الديني راجعوا للداخلية كان راجعوا للداخلية مالا نمشيش انتهى قال خلال ارى حلقة ايه ارى حلقة سيئة سيئة لا يجل اجتفا تم الحكومة تختم بالعنابة في وضع كلمات لا يجل اعطينا لا يجل où شئ واحد جميع باريس بعضم اذا ان نفترح اليوم نهارة انش نوقع انا يكيل نتحدث للغاية ونقلو لكي مالا لماذا النجم يقول لكي مالا وخلال حضوره في برنامج ناس نسمى البراحة فادا نائب راشد لخياري إن رئيس الجمهورية سيطر على القضاء سيطر كاملوا عليه فإن قضية نبيل القروي قضية سياسية على حد تعبيره كيرث بكل مقييس سي محمد عماري قول رئيس الحكومة اللي اخترناه ما بعده نمشيش يقول حاضر قيرح شخصية معناها يعرفها كان التيار الديمقراطي ويعرفها كان جماعة حلف الرئيس لكن الأخطر ما جاء في تسجيل الجديد هو يقول معناها الرئيس قيس سعيد سيطر على المحكمة الدستورية قبل حتى إنشائها باعتبار أنه المجلس الأعلى القضاء يعين أربعة ورئيس يعين أربعة وقال حرفين الرئيس سيطر على ثلثي المحكمة الدستورية بما يعني أنه مسيطر الرئيس على المجلس الأعلى للقضاء وبهذا اعتراف صريح من هذا اللوبي أنه سيطر على القضاء سيطرة تامة وعليه فأن قضية نبيل القروي تصبح بهذا المعنى بهذا المعنى قانوني فيها شك كبير وفيها مخاوف من أن السيد الرئيس استعمل القضاء واللوبي المحيط به استعمل القضاء لتسفية نبيل القروي السياسين وهنا الخطر وهنا يزم من كل شرفاء المرفق للقضاء يطلق سيحة فزاع النأب رشد لخياري أكد أنه قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قضية سياسية الدستور التونسي يقول لك الفصل التام بين السورة الثلاث هذا اعتراف من حلفاء الرئيس بأنهم سيطروا على مرفق العدالة بما يفيد أن قضية نبيل القروي خدمت كما قال في التسريب الأول بما يفيد أن قضية نبيل القروي مخدومة سياسية الآن لا نحكيه على قضية متع تهرب ذريبي وما إلى ذلك نحكيه على قضية فبركة ملف من أجل وضع خصم سياسي في السجن من جهته أفاد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان وسمى الخليفية أن رئيس الحزب نبيل القروي محتجز سياسيا ويتم استفسازه على حد قوله نبيل القروي اليوم هو محتجز سياسيا وقعدين يستفزوا فيه مع تغرية الجمهورية يهبط للمرنقية وهو عارف أنه غريمه السياسي لأن نبيل القروي تنسى الناس نبيل القروي هو المترشح للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني ضد قي سعيد ما أعرف كيمشي قي سعيد وهو رئيس معناتها للمرنقية هو كان آخر لقاء بيناتهم وقت المشي نبيل القروي وهنيه بالفوز ويتعادل نفس الجناح وهذا فيه استفزاز رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان وسماء الخليفي أضاف أنه قضية رئيس الحزب نبيل القروي قضية الدولة بامتيازه محاولة ترهيب النواب محاولة معناتها استدراج الحزب في تماشي متاع اللي كنت نحكي لك عليه هذلك كل متاع إسقاط الدولة من الداخل أنت ناس اليوم ولا يخرجوا بكل صراحة ويخرجوا في الناس عملوها في الشتاء وهو كمشي وزاروهم الناس اللي يضربوا بالحجر ويحبوا يكسروا الدولة وغيروا واسقاط النظام وهي كل شاعرات وكل والبارح هكم شفتوهم ناس أنصار الناس هذوما طالبين بحل البرلمان وطالبين بإسقاط الحكومة وطالبين بما هذي عبث عبث اليوم مشاهضة حيتو نبيل القروي اللي بريزانطولاي بار مافيا وقضية نبيل القروي أهلا قاعدين قولوا قضية سياسية واستدراج سياسي واستهداف سياسي أنا قولك ستونى فاردتا من جهته وأكد المحامي رضا بالحج أنه وقاضي التحقيق في قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي اخضع لضغوطات كبيرة تأيدت بتصريحات محمد عمار على حد تعبيرها قاضي التحقيق في القضية هذه كان اخضع لضغوطات كبيرة قلناها قبل عبر شكوك وعبر قراءة صغيرة لكن تأيدت بتسريبات وتصريحات محمد عمار اللي خلى الاختبار والإجراءات في القضية مهيش محايدة أولا كيف الاختبار كان خاطئ من المفروض يتغيره يقع اختبار تكميلي أو إعادة الاختبار من أطراف من خبراء أخرين وكان من المفروض يطلق صراحة وقتها رغم أنه إيقافه من الأول غير قانوني وفي علاقة بالتسريبات تفيد رئيس كتلة حركة النهضة عميد لخميري أنه في كل الحالات مرجاء في التسريبات خطير جدا هذا التسريب نحن نحتاج أن نتعاطى معه في إطار ما ينضي فيه القضاء ولكن في كل الحالات هي تسريبات معناها خطيرة وللأسف الشديد هذه التسريبات تجي من عند أطراف اسمعنا أكثر من مرة تكرارهم وتعداد التكرار متاحهم في أنهم ناس معناها ضد الفساد وناس معناها ضد استعمال القضاء وناس ضد استعمال مؤسسات الدولة لكن يبدو أنه في أول امتحان لممارسة الحكم في أول امتحان ما بعد انتخابي 2019 فما نوع من الانحراف بطبيعة مكون الطيار الديمقراطي نوع من الانحراف نسميه بلاديين من حركة الطيار الديمقراطي وانحراف بها عن الكابيتال متاحها الرمزي اللي تبنت عليه رئيس كتلة حركة النهضة عميد لخميري قال أيضا أنه من أخطر ما يصيب العملية السياسية هو أن تدار بهذه الطريقة الأقرب إلى المفيوزية على حد تعبيرها هذا من أخطر ما يصيب العملية السياسية وقت اللي تولي العملية السياسية تدار بهذه الطريقة الأقرب إلى المفيوزية هذا عمل مفيوزي وقت اللي يولي معناها إدارة العملية السياسية إسقاط الغنوش يتم إسقاطه بطريقة الإبتزاس بطريقة نسيبك من الحبس ونتيحه رشد الغنوش هذا عمل مفيوزي هذا عمل يشوه العملية السياسية نحن نوصفه فيما هو تسريبات فيما هو منسوب التصريح اللي كنت نستمع فيه هذا الكل يحتاج إلى التحقيق القضائي ولكن إذا ثبت ذلك فهذا بطبيعة الحال من أتعس ما ثم في العملية السياسية اللي هو يدخل العملية السياسية في خانة العمل اللا قانوني اللا شرعي اللا دستوري واللي هو في إطار العمال منتع الأجندات هذه اللي تلتقي داخلين وخارجيين من أجل إسقاط رئيسة البعض المعامل من جهته أفاد النشرة السياسي صابر العبيدي يقال أنه من كانوا يزايدون ويعرفعوا أشعارات اختفوا اليوم لأن نهاية التسريبات تشملها معا اليوم الساحة السياسية بالحق تشهد تعقيدات كبيرة الموجود أنه اللي مش معاك بالضرورة يعني ضدك وقتها تتخدم الملفات وتتفبرك الملفات وتتخلق فيني معناها التهم والأراجيف وبين لحظة تخرج الأحكام وقضاة فيني يصدروا أحكام فيني معناها في الليل في الفجر في غير وفيني معناها وقتها لازم الناس يتم إيداعهم السجن واستبعادهم من الحياة السياسية واستبعادهم فيني من الحياة ثم ناس كان يلقاوا كان جابيدهم الحكم وكان جابيدهم معناها السلطة أكثر ظهر لي بشتوالي ثم أعدامات في الشارع الجو المتعفن هدايا مسؤول عليه النقب لأنه فيني قاعدة ساكت وما هيش قاعدة تتصدى فيني معناها المسائل هذه بالكيفية اللازمة أنها تتصدى له يعني أنا نستغرب صار التسريبات قبل في علاقة بي نتذكر وقتها حزمي داتونسي ومسائل داخلية قامت الدنيا ولم تقحت والناس الكل اللي فيني تهبط في البيانات والناس الكل اللي فيني معناها تستنكر وكذا نشوف في بعض اللي كانوا فيني معناها رفعين سيوفهم وقتها فالتسريبات هذه اللي والد تشملهم وخارجة منهم ساكتين يعني لا الحزب ولا الكتلة ولا الحزب اللي موجود في حركة شعب مثلا اللي موجودة في الكتلة مع الطيار لم ينبسوا ببنتي شفت ساكتيني وكأنه في المسألة العادية وهذا يعتبر تشريع وطبيض اللي قاعد يصير وكأنه المسألة العادية يعني في اللي يصير أنا نختلف مع أسامة سياسين نجم ننفبر كل ملف نجم نحطه وراء القذبان عادي كانت هذه نشرة الأخبار قدمت هلكم ربيب مبروكي مباشرة من السوديو خالي للقروي برادس لمزيد من الأخبار زروا مقاعدة خدو بلوفي بون اسما بون تيفي لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الموقع رقم واحد في تونس